بداية دعوني تواجه للقاهرة الدكتور إسلام عنان مدرس اقتصاديات الصحة والانتشار الأوبئة بكلية الصيدلة في جامعات مصر الدولية الدكتور إسلام مرحبا بك معنا في عالم الظاهرة دعني أسألك عن منع التجمعات هل يجب أن يمتد ليشمل وقف الدراسة أم هذا الأمر قادم لا محل يجب إغلاق المدارس والجامعات وربما أيضا إيقاف صلاة يوم الجمعة ما رأيك؟ التصريح اللي قدل بي رئاسة الوزراء هو وقف التجمعات بشكل عام وكل مكان مسؤول عن وقف التجمعات دي بدون ذكر لأماكن معينة فده معناه أن الوقف ده يشمل أي تجمع بشري سواء كان جوة الجامعات أو المدارس لكن كل جهة محتاجة أنها تأخذ القرار بنفسها فإحنا اليومين اللي فاتوا كل المؤتمرات وكل التجمعات اللي في الفنادق تم إلغاءها النهاردة كل الفنادق لو كان فيه أي مؤتمر أو أي شيء خلاص ما بقاش موجود الجامعات مبارح كان فيه اجتماع لمناقشة وقف الدراسة لمدة 3 أسابيع لسه هنشوف النتيجة بتاعته النهاردة أو بكرة المدارس كذلك فإلى حد ما وقف الدراسة أو وقف التجمعات هي مطروقة لكل مكان لوحد ومطروقة لكل بلد لوحدها حسب تصريحات وزارة المنظمة الصحة العالمية أنها سيبت الإجراءات الاحترازية لكل بلد وده في رأيي ما هوش إلى حد ما واضح المفروض كان يبقى فيه إجراءات احترازية لكل البلاد مرة واحدة من نظمة الصحة العالمية خاصة دكتور إسلام بعد ما جرى في الأكثر ليس كذلك لأن هناك 45 حالة كانت على متن باخرة سياحية هناك حالة ظعر في المنطقة في الأكثر نحن محتاجين حالة خوف إيجابي نحن بنقول دايما في حالة خوف إيجابي وحالة خوف سلبي الخوف الإيجابي ده اللي خلينا ناخد إجراءات احترازية وقائية خلي الناس تاخد بالها من نظافة شخصية تاخد بالها من اختلاط وهكذا نحن مش عايزين الخوف السلبي اللي هو الزعر وأنا في رأيي أن يعني تارك الإجراءات الاحترازية لكل دولة لوحدها ده ممكن اللي يسبب الزعر لذلك يعني نحن بنحاول نتكلم أن منظمة الصحة العالمية تحط إجراءات احترازية للدول مرة واحدة لأن يعني كلمة أن نحن نقترب ونرفع الحالات لدرجة باية منتها الخطورة لكن ده لا يعنعكس على عرض الواقع بإجراءات كل دولة بتحط إجراءاتها لوحدها هم مش عايزين يعالين حالة وباء عالمي عشان يبقاش فيه زعر وعشان الاقتصاد ما يقلش حاليا الزعر بيزيد والاقتصاد بيقل احنا شفنا أقل انخفاض لمؤشرات الخليج سعر النفط احنا كل دول أوبك بتخسر تقريبا نصف مليار دولار كل يوم فبالتالي ممكن يكون التأخير أو عدم موجود إجراءات لكل البلاد هو ده اللي مسبب حالة الزعر الحالية البلاد اللي هي بتطلب من بلاد أخرى مثلا تحليل بي سي ار ده ممكن يخلص التحليل لكورونا كوفيد ناينتين اللي احنا محتاجينها الناس شكين فيهم عشان إجراءات صفر أو إجراءات لوجستية فبالتالي احنا مش عايزين حالة الزعر عايزين نضح الأمور في النصابها ولا هي الفيروس ما هواش سهل نستهين بي بس في نفس الوقت ما هواش عالي الخطورة في معدلات الوفاة وضع الأمور في النصابها أنا في رأيي ده دور من نظام السعر العالمية ودور كل دولة في التوعية أشكرك على هذه المداخلة من القاهرة بكتور إسلام معنان مدرس اقتصادات الصحة وانتشار الأوبئة بكل ياتصيدة لجامعات مصر الدولية شكرا لك